بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التلاوة نتعلم معنى التلاوة الصحيحة لآيات الكتاب العزيز معنا ضيفا كريما فضلت الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف أهلا ومرحبا بكم فضلت الشيخ خالد يا أهلا وسهلا ومرحبا الأخ كريم أعزائي المشاهدين مازلنا في رحلتنا المباركة مع سورة القمر وفي حلقتنا الثامنة مع السورة الكريمة نتعلم التلاوة الصحيحة اليوم مع آيتين كريمتين الآية الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين وسنستمع بداية إلى الآيتين الكريمتين برواية حفصا عن عاصم بصوت القرئ الشيخ عبد الباصط محمد عبد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم يسر لنا يا أرحم الرحمن تعلم القرآن وتعليمه وتبلغه والعمل به هيا أعزائي المشاهدين ننطلق مع فضيلة الشيخ خالد نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات ونتعرف على بعض الأحكام التجويدية فضيلة الشيخ خالد نعم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد القارئ يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك يبسمل تأدبا لأنه سيبدأ بضمير سيأتي يعود على الحق تبارك وتعالى ألا وهو قوله إنا إذا ننتبه لمثل هذه الأشياء ننتبه إذا كنا في وسط السورة وأراد القارئ أن يبتدئ بدون بسملة هو مخير ولكن عليه أن يراعي في الاستعاذة ألا يصل الاستعاذة باسم من أسماء الله الحسنة أو بضمير يعود على الحق تبارك وتعالى أو باسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا ما بالتذوق والتدبر والتأدب مع الاسم الكريم ومع أسماء الأنبياء هذا أولا ثانيا المرحلة الأولى معنا القسم العملي وأعني بذلك الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها من واحد التشكيل فلا تنظر للكم فحسب بل انظر للكم والكيف معه هيا سريعا إِنَّا التشكيل انتبه إِنَّا أَرْسَلْنَا هكذا مع مراعاة المد أثناء الوصل هكذا إِنَّا أَرْسَلْنَا اسمع مني اللام جيدا أَرْسَلْنَا هكذا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لاحظ وضوح اللام جيدا ولاحظ معي في هذه الرواية كسرة الهاء في قوله عليهم هكذا في هذه الرواية عليهم صيحة واحدة صيحة إذا وقفت لأي أمر ما إذا وصلت سيصبح هكذا صيحة واحدة لاحظ حتى الآن معي الغنة في إِنَّا وَصَيْحَةً وَا لاحظ المد في إِنَّا زائد على الطبيعي حالة كونك واصلة سنواصل واحدة فَكَانُوا إذن حتى الآن الغنة الأولى إِنَّا الثانية صيحة وَا الثالثة واحدة فَا هكذا سر معي فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ هكذا ولاحظ معي في هذه الكلمة درسا في التفخيم والترقيق عمليا كَهَشِيمِ الْمُحْتَى المِيمِ الحاء التاء الثلاث مرققات ثم تأتي إلى الضاء في أدنى مراتب التفخيم المُحْتَظِي هكذا ثم الراء بعد ذلك هي ساكنة لأجل الوقف هي ساكنة لأجل الوقف وقبلها مكسور هكذا المُحْتَظِر ترقق عمليا ولا يخفى عليك لو أنك أردت أن تصل ولكنها آخر كلمة في الآية والوقف هنا تام فهذه خاتمة القصة وها هو الجزاء الوفاق لما فعلوه مع نبي الله تبارك وتعالى إذن فهذه جملة وآية تامة والوقف هنا تام وتبتدئ كذلك أيضا بابتداء تام وألا وهو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْسِ وَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تَقِفَ هنا وَانْتَبِهْ مَعِي فِي اتْتِلَاوَةِ الْوَاوِيِ وَالْقَافِي وَمَا قَبْلَهَا مِنْ لَامِ وَالْدَّلِي الْمُقَلْقَلَةِ وَلَقَدْ هَكَذَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا يَسَّرْنَا ولاحظ الراء الساكنة معي في وسط الكلمة ولكن ما قبلها مفتوح يَسَّى أعن السين وبعدها الراء الساكنة فعليك أن تنتبه تفخيمها عملية وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هذه الكلمة عند النطق القرآن هكذا القاف مفخمة والراء مفخمة مع أنها ساكنة إذن الراء إن جاءت ساكنة وقبلها مفتوح كما في يسرنا فهي مفخمة إن جاءت ساكنة وقبلها مضموم فهي مفخمة كما في القرآن واسمع الصوت جيدا كيف تنطق القرآن هكذا يكون النطق القرآن للذكر للذكر من اللام الأولى المكسورة إلى الذال المشددة مباشرة لذ للذكر للذكر فهل إذن كلمة للذكر عندما تقف ستصبح الراء لأجل الوقف ساكنة وما قبلها ساكن ينظر إلى ما قبل هذا الساكن ستجد أن ما قبله أي ما قبل الساكن الذال المشددة المكسورة إذن إن سبقات الراء الساكنة لأجل الوقف بساكن ينظر إلى ما قبل فإن كان مكسور فإنها ترقق وتعامل معاملة كلمة المحتضر هكذا للذكر بالإضافة إلى أنها مكسورة ولو أردت أن تصل فهي مرققة كذلك للذكر فهل من مدكر لاحظ المحتضر للذكر مدكر الراء في هذه الثلاث حالة كونك واقفا أو واصلا فإنها مرققة هذا هو الجانب العملي باختصار مفيد غير مخل إذن ننطلق الآن إلى القسم العلمي معنا وهيا معا سويا إلى أول كلمة ما هي الكلمة الأولى معنا إنها كلمة إنا لاحظ أن كلمة إنا التي تراها أمامك كلمة واحدة هي في الأصل مكونة من إن حرف توكيد ونصب ونا ضمير الفاعلين أي أن الحق تبارك وتعالى هو المتصرف إذن معي في الأصل نون إن المشدد وحدها ونون نا كما في يسر نا فانتبه إذن أين ذهبت هذه النون إنها حذفت اختصارا إذن النون تحذف اختصارا كما أخذنا منذ قبل في قوله إنا مرسل الناقة فتنة للإضافة فالأصل مرسلون إذن واحد كما سبق آنفا تحذف النون للإضافة اثنين تحذف النون من إنا اختصارا واكتفاءا بها لأنها تدور كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى هذا أولا الأمر الذي يليه كلمة أرسلنا كثير ممن يقرأ معنا ويتلو لا ينتبه لهذه اللام ولسكونها فيقول مثلا سؤال لماذا سكنت هذه اللام إن الفعل أرسل إذا أردنا أن نقول أرسل تجد أن اللام مفتوح فلماذا جاءت اللام معنا هنا ساكنة أقول لك الفعل الماضي إذا اتصلت بهنا فإنه يبنى على السكون كلام ده معنا هنا آه فين أرسلنا أصل الفعل أرسلا يسرنا معانا وَلَقَدْ يَسَرْنَا أصل الفعل يسارا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا أصل الفعل تاراكا إذن الفعل الماضي إذا اتصل بنا فإنه يبنى على السكون فانتبه لذا سكنت اللام معنا فإياك أن تدغمها في النون نظرا لقرب المخرج على مذهب الجمهور بين اللام والنون فانتبه لها جيدا وبينها يأتي سؤال متعلق بأرسلنا أيضا ما هو إننا نرى كلمة أرسلنا أن الألف فيها واضحة ألفنا كما في نون إنا أيضا الألف معنا في إنا واضحة ويسرنا واضحة وجعلنا الألف واضحة ولكننا أخذنا في سورة القمر في قصة سيدنا نوح ولقد تركناها آية يعني مش شيخ الكلمة دي نا مش موجودة مش موجود غير النون بس والألف محذوفة مع أني سيتك للسأيل من شوية إني أرسل ويسر وترك إذا اتصل بنا فين بأنا في كلمة تركناها ما فيش غير النون وبعدها الها والألف أقول لك هذه قاعدة من قواعد الكتابة الخاصة بالمصحف الشريف إيه القاعدة ديّة؟ عارف الضمير دا اللي هو معنا النهاردة في إن نا وفي أرسل نا وفي يسر نا اللي هو نا دا الوحده كده دا ضمير يأتي متصل كما هو معنا فإذا جاء متصلا بالفعل كما في أرسلنا ويسرنا الاتصال دا جاي بعديه ضمير تاني ولا هو في آخر الكلمة آخر حرفين في الكلمة هم بص كده على أرسلنا كويس هتجد آخر حرفين إنه الألف يسرنا هو آخر حرفين في الكلمة فإذا كان الضمير طرفا في الفعل وليس بعده ها المفعول به فإنها ثابتة الألف رسما للكل اتفاقا خلاص كده لحد كده واضح جميل خد بقى تكملت القاعدة وإذا وقعتنا وسطا في الكلمة بحيث أتى بعدها ضمير المفعول به فإن ألفها تحذف اتفاقا للكل فين دا معانا ما احنا خدناها من تلسة ايلي تركناها ترك فعل وناء الفاعل وها المفعول به إذن القاعدة بقى ملخصها إذا جاءتنا الضمير ده خلاص كده المبني على السكون إذا جاء طرفا يعني ليس بعده ضمير المفعول به تثبت فيها الألف أما إذا وقعت وسطا في الكلمة وجاء بعدها ضمير المفعول فإن الألف يحذف اتفاقا خلاص يبقى كده خدنا إن النهاردة حذف النون خدنا أرسلنا علميا لماذا سكنت الله وأخذنا الضميرنا متى يثبت فيه الألف ومتى يحذف خش على الكلمة اللي بعد كده كلمة عليهم قلت لك في القراءة العملية أن الهاء هنا في هذه الرواية هي مكسورة هل معنى ذلك أن هناك رواية بضم الهاء نعم بس أنت قلت لنا مش هناخد غير حفص ليه بتقول لي رواية تانية لا بقول لك كده لأن كثير ممن يقرأ أيضا ويتلو عفويا يضم الهاء عفويا وهو لا يدري أنها رواية وأن الأصل في هذه الهاء أن تضم ولكنها كسرت هنا لغة أي كسرت هنا لغة وهي لغة قريش ومتنساش أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فكسر الهاء هنا أيضا لغة وهي لغة بني سعد وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بلسان عربي مبين فكسر الهاء لغة من لغات العرب وضم الهاء لغة من لغات العرب وهذا لغة وهذا لغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين لذلك انتبه للرواية التي نقرأ بها فالرواية معنا هنا بكسر الهاء لا بضمها انتبه عليهم صيحة واحدة مضى الوقت سريعا والحمد لله رب العالمين شكرا لك فضلت الشيخ خالد بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين بعد أن استمعنا إلى التلاوة واستمعنا إلى الشرحة عملية كيف تكون التلاوة عمليا وبعض القواعد النظري هنبدأ نسمع التلاوة مع فضلت الشيخ خالد وانو صحح التلاوة بنرد التلاوة عشان صححها فأرجو ان التلاوة تكون بهدوء ونتابع الشيخ من السماعة لو في أي توجيه نكرر معاه ونتعلم إن شاء الله كلنا معنا ملك ومريم من القهرة تفضل يا أستاذ ملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ممتاز يا ملك الله يفتح عليك يا الله يا مريم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا مريم الحمد لله تفضل يا مريم اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ممتاز يا مريم الله يفتح عليك وخلي بالك نفوء في قوله المحتضر الله يفتح عليك يا مريم ما شاء الله ما لكم مريم ممتازين بارك الله فيهما معنا إيمان تفضل يا إيمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كم مرة كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من ممتازين فهل من ممتازين لا يا إيمان اسمعني كويس كده من ممتازين من ممتازين لا أنت بتقولي من لا بتبين النون من الميم للميم من مم ممدكر من ممدكر لا محتاجة ندريب شويه وโخل بليك واسمعك كويس اتلوابا بعد كده ونتابع معا بعض هكذا من مم مم الدكر الله يفتح ليك أي إيمان شكرا لك يا إيمان أم خالد من القرآة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم حاجة مخالط ايوة اسمع الشيخ يا أمي تفضلي معاك يا بيوجه حضرتك لحاجة انت سمعني ايوة طيب الرحيم الرحيم ايوة كده انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة 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 يا أمي لما قفوا النفس غصبين عني أقول صيحة اه طيب أوصل أقول صيحة واحدة طيب انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتذر كهشيمي كهشيمي المحتذر 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 ايوة ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل مداكر ربنا يبارك فيك يا أمي خالطة بعينا ونخلي بالنا من التشكيل رقم واحد الله يفتح عليك شكرا لك يا حاجة أمي خالط الحاجة خديجة من القيارة السلام عليكم يا أمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أمة فضالي جعلكم من أهل الفردوس الأعلى جميع ان شاء الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا 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 عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَبِرِ وَلَقَدْ يَصْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُّ مُدَّاكِرِ ما شاء الله يا أمي الله يفتح ليكي ممتازي حج خديجة رب نيبرك لك يا رب الله يفتح ليك يا أمي ما شاء الله كلها جميلة معانا الحجة فاطمة من اسمها ليه سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضلي أهلا بيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً صَيْحَةً وَاحِدَةً صَيْحَةً وَاحِدَةً صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَاتُمُكَ هَسِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَصْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُّ مُؤْتَكِرِ صَيْحَةً وَاحِدَةً صَيْحَةً وَاحِدَةً خَلِّي بَلَكَ الْرَقْفِ الْمُحْتَظِرِ مُدَّاكِرِ الرَّأْتُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً تَبْعِينا حجة فاطمة ربنا بارك فيك يا رب شكرا لك يا حجة فاطمة الحجة أمه إيهاب من القيرة سلام عليكم يا أمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا بارك فيكم وجازيكم خير عنا يا رب وإياك يا أمة فضالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحدة أرسلْنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحدة فكانوا كهشيم محتزر ولقد يصرنا القرآن للذكر في علم مدكر رب نبني فيك أمهاب الله يفتح عليك تبعين شكرا لك يا حجم مؤهاب لست محمد من القرآن سلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمد أهل النساء نتفضل يا فاند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتزر لا ما زودتش في المد الطبيعي حدو فكانوا كهشيم المحتزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كمان مرة كده من مدكر من مدكر ربنا بري فيك يا مشيك محمد تبعني الله يفتح عليك شكرا لك يا سيد محمد الحج منال من اسكندرية سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلوا على الحديث عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة واحدة فكانوا كهشيم المحتزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ضيفتح عليك حج منال صدق الله حسنتي ما شاء الله حج منالك لو جميلة معنا الحج رقية من المينيا سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام فضلي بسم الله الرحمن الرحيم ممكن تعالي صدق شوية أستاذ رقية أستاذ رقية طب للأسف انقطع الاتصال معاك يا أستاذ رقية أرجو أنت تعاوض الاتصال مرة تانية وتعرض التلاوة على فضلة الشيخ خيلد يعني شيخنا الكريم أمن ملاحظات حضرتك للمكالمات إلى الآن المد الطبيعي بيتاكل والمد الذي يجب أن يزيد شوية زي إنا أرسلنا كان بإيه اللي عن المقدار الطبيعي والغنى كنا بنمر عليها كده مرور الكرام كده سريعا لا ندي المد الطبيعي في الكلمة حق إزاي يعني فكانوا كهاشيم فين المد الزائد معايا إنا أرسلنا يبقى أنا كده عند المد المنفصل ده أخلي بالي وأنا بوصل الكلمة باللي بعديها فين موجود معانا زائد بقى التفخيم والترقيد أساسي ونكمل بعد الاتصال نعم شكرا لك شيخنا أم وفاة من الغربية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أقرأ طبعا فاندم ده أنت تشرفين تفضلي قرأ على الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم سيحة واحدة فكواحدة فكانوا كهاشيم محتبر ولقد يصنع الكرآن للذكر فهل من مدكر شدق الله العظيم شدق الله العظيم ربنا يباليك فيك حاجة وفاء التشكيل معنا منضبط عايزين بقى نهد السرعة شوية ده رقم واحد اتنين أتابع اللي بيقرأ وأشوف أماكن الغنى وأخل بالي منها كويس ربنا يباليك فيها حاجة وفاء تابعينا شكرا لك يا حاجة وفاء كده يعني شفال الشيخ قالك خلي بالك من التشكيل وإن شاء الله في انتظار التصليق القادم تكون إن شاء الله تباعت معنا وتعلمنا إن شاء الله حاجة من التشكيل وإن شاء الله في جديد كتير أو أعزاء المشاهدين هنتعلمهم مع فضلة الشيخ خالد انتظرونا نلتقيكم بعد هذا الفاصل القصير أعزاء المشاهدين نجد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع أنوار كلمات الله البينات في صورة القمر مع الآيتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين نتعلموا معنا كيف نتلو هاتين الآيتين تلاوة صحيحة يمكنكم أعزاء المشاهدين التواصل معنا على 23-23 للمحمول و0-900-0-323 للأرض نوصل مع حضراتكم أعزاء المشاهدين عرض التلاوة على فضلة الشيخ خالد معنا الحاجة زينة بن الغربية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي عليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك تفضل أهلا بحضرتك أنا أول مرة أصدقين ده حضرتك تشرفين والله إحنا بنسعد كثيرا ما حد بتصل بنا أول مرة عشان بنبقى عارفين إن الحمد لله المتابعة كثيرا ودي بتبقى علامة طيبة للمتاصل يعني يعرف بس إيه اللي عنده على أساس إن شاء الله اتبع معنا يا أمي وأنا بشارك إن شاء الله كل مجتهد ربنا بيكرمه جدا ولقد يسرنا كما قرأنا اليوم فضل يا فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحته واحدة فكانوا كهشين محتضر ولقد يصنى الكرآن للذكر فهل من مدكر ماشي حجزينة بالله يفتح عليك عايزين بقى نخلي بالنا رقم واحد التشكيل خلاص التشكيل معنا منضبط أخلي بالي من أماكن الغنى اللي معايا فيه وأبدأ أتدرب عليها يعني معايا هنا إنا يبقى أنا النون دي أتكي عليها شوية صيحة وحيدة فأبدأ بقى أخلي بالي من أماكن الغنى فيه وأتابع وأسمع عشان أبدأ أتعلم حاجة في حاجة شيئا فشيئا وأبني مع بعض وتابعينا ربنا أبرك فيك يا حجزينة السعادة بتصال حضرتك يا حجزينة بالحجة فردوس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضلي برك الله فيكم وفيك يا أمي تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا عليهم أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتزر سمعني؟ حضرك سمعني حاجة فردوس؟ أي واحد فكانو كهاشيم فكانو كهاشيم فكانو كهاشيم لا مزوتش في الباو أوي هم حركتين اتنين بس فكانو كهاشيم المحتزر ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر؟ جميل أخلي بالي بقى للذكر مدكر المحتضر الرأي ترقق يبقى كده عندي حكتين النهاردة المد الطبيعي أخلي بالي منه مزودوش عن حد الطبيعي الرأي الساكنة لأجل الوقف وأبلها كسر ترقق فين معايا؟ المحتضر مدكر فأخلي بالي من هذه الكلمات الله يفتح لك حاجة فردوس شكرا لك يا حاجة فردوس أستاذ ممدو حمل مني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا من وسهلا عم بالحاجة تفضل جزاكم الله وعنا خير الجزاة وإياك يا فنم تفضل أعوذوا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله صدق الله العظيم الله يفتح عليك عمي شيخ ممدوح بس عزيزي نخلنا بقى من كلمة المحتضر الترقيق والتفخيم اللي فيها الله يفتح عليك عمي شيخ ممدوح شكرا لك سوز ممدوح معانا الأستاذ خالد من القرآن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فنم أعرض التلاو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من متكر شكرا لك أستاذ خالد بنتنا هبة من القرآن سلام عليكم ورحمة الله تفضل يا هبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر كهاشيم كهاشيم المحتضر ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من متكر الله يفتح عليك يا هبة نخلي بالنا من التشكيل رقم واحد ونظبط كويس أو التشكيل وبعد كده نعرف أماكن الغنى فيه ونتابع ونسمع كتير الله يفتح عليك يا هبة شكرا لك يا هبة بنتنا رودينة من القرآن سلام عليكم يا رودينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا رودين أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كبت يدي أبي لابن وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصل نارا زيت الهب وامرأته حمالة الحطب في جهة حبل من مسد ما شاء الله يا رودينة بالنسبة لسنك الله يفتح عليك ممتازة شاء الله يا رودينة قطب الراحة والكلام مواضح وجميل تسلام يا رودينة بارك الله فيك يا شيخ يا رودينة ما شاء الله عليك معانا بنتنا ملك من القرآن سلام عليكم يا ملكة تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتبر ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من المدكر شطرة يا ملك بس بعد كده بأسمعي من السماعة ما تسمعيش من التلفزيون عشان لو في حاجة أنبهك عليها ده رقم واحد اتنين في بعض الغنن عدت منك صيحة ومن مدكر وانت تقرأ كويس الله يفتح عليك يا ملك الله يفتح عليك يا شيخ ملك أعزا المشاهدين بوجه أظهر حضرتكم إن احنا نقط صوت التلفزيون شوية على أساس يكون في تركيز مع فضلة الشيخ من خلال السماعة حجة مؤشرك من البحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتغر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جميل يا مو أشرف ما شاء الله عليك أحسنت يا مو أشرف الله يفتح عليك يا حجة مؤشرك معنا الأساسة رضا من البحيرة أيضا اتفضلي يا أساسة رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة كما مرة كده كلمة عليهم عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتغر وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ربنا يبرك فيك يا حجة رضا جميل القراءة ممتازة بس نخلي بالنا المحتضر مدكر الرأة ترقق خلا يفتح عليك يا حجة رضا شكرا لك يا حجة رضا أعزاء المشاهدين وصلنا مع فضلت الشيخ خالد في الشرح العلمي الجميل إلى عليهم صيحة وتعرفنا على رواية حفصة عاصم بالنسبة لنطقة عليه فضلت الشيخ خالد يعني نكمل الشرح العلمي نعم كلمة صيحة هكذا إذا وقفنا ننتبه أن التاء المربوطة عند الوقف تبدلها إذن إذا وقفت هناك حرف يبدل وهناك حرف يحذف وهناك حرف يثبت اتصال نكمل رحمة ماشي يا مولانا معنا الحجة المعلاق من الشرية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجة المعلاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبرك فيك يا فاند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أبصلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كالحشيم المحتضر ولقد يسرنا الكرآن للذكر القرآن القرآن للذكر فهل من مدكر للذكر فهل للذكر فهل من مدكر الله يفتح عليك أم علاء أم علاء بتعلم درس مهم جدا وهي ما زودش في المد الطبيعي عشان الزيادة خطأ ولا أزود في الحركات عشان ما يتولتش حروف مش معايا وهذا أيضا خطأ فنخلي بالنا الله يفتح عليك أم علاء تابعينا شكرا لك يا حجة مؤلاء الحجة متمر من دميات سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا حجة تفضلي أهلا بحدثك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جميل يا أم تامر الله يفتح عليك ما شاء الله شكرا لك يا حجة متامر فتح الله لك معنا الأستاذ صحر من اسكندرية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ صحر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي يا أستاذ صحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم القرآن جيدة بس نخل بالنا من حاجة مهمة جدا الراء في قوله المحتضر للذكر مدكر الراء التي تسكن لأجل الوقف وقبلها مكسور ترقق قولا واحدا فنخل بالنا من دي كويس أوي ومحتاجة تدريب عملي ربنا أبارك فيك في صحر شكرا لك أستاذ صحر أستاذ مونة من القرآن سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في استفادة مما سبق وفي مجهود باين في التلاوة الله يفتح عليك تابعين شكرا لك يا أستاذ مونة ربنا يوفاك معنا الحج ليلى من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك يا أم تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم إنا مرسلنا قتب فتنة لهم يا حج ليلى الآية رقم واحد وتلاتين إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر كهشيم كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر جميلة حمد الله يتبعين نخلي بالنا التشكيل ونشوف أماكن غنى فين ونسمع عشان نعرف كيف نرتقي بأمر التلاوة بالنسبة لكل واحد فينا شكرا لك يا حج ليلى موفقا إن شاء الله شيخنا أهم ملاحظات حضرك للتلاوة إلى الآن إلى الآن من يقرأ يهتم باللي بقوله عليه عشان يرتقي سلا التعليم شيئا فشيئا الأمور لن تأخذ كلها جملة واحدة ولكن شيئا فشيئا يعني أنا بقرأ الآن والتشكيل عندي مش منضبط فرقم واحد بضبط التشكيل أول فين معايا كهاشيمي المحتضر صيحة ده التشكيل السليم في الكلمات اللي معنا في الآيات فأخلي بالي من التشكيل طيب جه اللي بعد كده انتبه للتشكيل وتعلم من اللي قابليه التشكيل خلاص عرفنا التشكيل في الجملتين دول في الآيتين دول أبدأ أرتقي بنفسي في نفس الحلقة لو أنا لسه دوري مجاش وتعلمت من اللي قابليه عشان يبدو أني ما بخدش بالي من تلوة اللي قابليه أو بما سمعش اللي قابليه قرأ وعمل إيه أو أخطأ فيه عشان أتعلم منه لا لازم يكون فيه شيء من التركيز في من يتلو قبلي هو عمل إيه وأخطأ في إيه وأرى إزاي كويس وعمل إزاي طيب أنا مستوي التشكيل يبقى أبدأ أنتبه ليه عشان لما أجي أقرأ أخد شيء جديد أبني عليه في التلاوة طب هبني إيه بعد التشكيل معاه فقاية النهار ده إيه أماكن الغنى كتير ممكن أنزه خلاص خد مكان المد اللي هتزود فيه فقط لا غير هو مكان واحد معنا النهار ده فقط لا غير إنا أرسلنا وأبدأ أبص عليه كويس ودأ النظر فيه أجد إن حرف المد قدامي وعلى العلام يبقى أنا كده تعلمت التشكيل اتعلمت كذلك أمامي ما هو الحرف الذي يمد والعلامة دي إن رأيتها بعد ذلك في أي مكان هزود في المد لحد معرف هم أربعة ولا خمسة ولا ستة زي بيقولوا لا يبقى أنا كده بتعلم صح وابدأ أمشي شيئا فشيئا إنما إن أنا أقرأ وأسمع غيري بيخطئ نفس الخطأ وأنا أجي أقرأ وأخطأ نفس الخطأ يبقى فين التعلم إحنا نتعلم من بعضينا فلازم نخلي بالنا وإحنا نتعلم التلاوة أن ننتبه لتلاوات الغير ما كان محسنا نتعلم منه كيف وصل إلى هذا والذي يخطئ برضو بيعلمني فين أماكن الخطأ عشان ما أعش فيها بعد كده عشان أرتقي بنفسي ربنا يا بارك في الجميع رب اللهم أمين شكرا لك يا شيخنا هنستمر أعزائي المشاهدين في تعلمنا مع الحجة كريمة تفضلي يا حجة كريمة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي فعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة كمان مرة كده فكانوا كهشين محتر حجة كريمة حجة كريمة نعم لو سمحت الشيخ قال لي الكلمة كده فخلي بالك من السماعة ووطي التليفزيون شوية معك الشيخ رجاء عليهم صيحة المين في عليهم ما فيش فيها غنة عليهم صيحة هكذا اسمعيني كده عليهم صيحة عليهم صيحة أيوة عليهم صيحة واحدة هنا بقى الغنة هي صيحة واحدة صيحة واحدة لا اسمعيني كويس كده صيحة تو صيحة تو صيحة واحدة أيوة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا الكرآن للذكر أهل من مدكر ربنا بارك فيك كلمة يسرنا عند الوصل ما بعدها ألف يسرنا في الآخر تحذف وصلا ليه؟ ده في القسم العلمي نعرفه إن شاء الله بس دلوقتي أنا بنبه على الخطأ ليه؟ لأن إحنا سمعنا اتلاو بس ده ما ينفعش اللي قرأ منذ قبل ده كده بهذه الطريقة مش هقوله ليه؟ عشان مش عايزة أقول الخطأ طب الصح إيه؟ يسرنا ده وقفا يسرنا نال القرآن يبقى من النون للام وصلا فنخلي بالنا كيف تنطق هذه الكلمة وقفا يسرنا كيف تنطق وصلا يسرنا القرآن هكذا الله يفتح عليك حج كريمة شكرا لك حج كريمة عزائي المشاهدين ده كان آخر اتصال اليوم مع حضراتكم وإن شاء الله في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى معنا من الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية السادسة والثلاثين أعزائي المشاهدين طبعا تعلمنا كتير مع فضلت الشيخ خالد في حلقة اليوم وكل الحلقات إن شاء الله السوشيال ميديا موضوع على صفحة البرنامج وعلى صفحة القناة وفي صفحة خاصة للبرنامج في اليوتيوب ساوند كلاود يعني إن شاء الله عندنا حاجات كتيرة أو ممكن نراجع الحلقات الماضية ونبدأ مع بعض ونستمر إن شاء الله في رحلتنا المباركة في تعلم الكتاب العزيز أتقدم بالشكر لفضلت الشيخ خالد شكرا لكم فضلت الشيخ خالد وجزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم والحمد لله الذي وفق وعان نسأله القبول وحسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة